بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله نحمد ونستعيل ونستغفر ونعوذ بالله ونشهر ونأخلسنا ونسيئات أعمالنا من يهديه الله فلأقضل له ونضرق فلأهادئ له وأشهد أن لا إلهة لله واحدة ونشريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد بدأنا الدرس الماضي بدراسة متن القواعد الأربع نعم وسم الله وحمد الله وصلات 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 وصلاتنا So we began the last lesson with the last period of the lesson of Al-Qaeda Al-Haqad Al-Haqad The Treaties the Four Principles هذه المتن المبارك ذكرنا أن الطالب أبل البدء بالدراشة لابد أن يعرفهمها نعم هذه الحقبة هالك الأول قلت أنه يحصل على الأول أنه يستطيع أنه يفكره الأول لماذا ندرس التوحيد؟ أولо، يجب أن أتعلم لماذا نضم التوحيد. لماذا تنبُلُل تشيذ? ندرس التوحيد إن إنا حقا الله على ذيه نجد التوحيد لأن التوحيد هو الولادة الله على المسلوين لأننا نسلل تلك التوحيد كما تعلم الله سبحانه وتعالى لا يقوم بإعام الله because Allah subhanahu wa ta'ala does not accept any action except if it's based on Al-Tawheed a person cannot enter into Jannah in paradise except they need to be amongst the people of Al-Tawheed and Al-Tawheed it brings about security and safety it brings about guidance it brings about tranquility and calmness and it's a reason for a person tasting this reason as a whole Iman Al-Tawheed is also a reason or a cause for the intercession of the Prophet and that we are in need of Al-Tawheed more than our need for eating and drinking and other reasons secondly why have we chosen to study this text, this treatise, the treatise of the divine body principles because we are students, students of knowledge and a student of knowledge when he is seeking knowledge he has to go back to the the senior scholars who have knowledge and they act upon their knowledge and it's not for us to bring about a new innovative way in terms of seeking knowledge and it's not for us to bring about a new innovative way in terms of seeking knowledge so the third matter that you should know is what is the reason behind which the author offered this local treatise Al-Qaid Al-Arabah Al-Qaid Al-Arabah و هذا الكتاب أي متن القاعد الأربع هو كالخلاص لكتاب كشف الشبهات و هذا الكتاب أو هذا التريتز القاعد الأربع و كنالك ذكرنا أن لو قال قائل لماذا لا ندرس كتاب كشف الشبهات أولا الكتاب الأصلي ثم بعد هذا ندرس المختصر أن هذا الكتاب التخليل على ما دكرنا أي متن القاعد الأربع إذا كان قابلنا هذا المسألة فيما تقدم و تكونا نقدر هذا الأمر بالتأكيد أن الطالب ليس لو أن يقدم أو يؤخب في دراسة الكتب أو شماع الأشرط أو في ضع الدروس وذكرنا أيضا وأن العلماء رحمه الله تعالى يقول أني أول ما أبدأ لأقدام بالدراسة يبدأ بكتاب بالتوحيد والأول ما أبدأ في التوحيد مثل الوسولة خلاة and the first week of treatises are patients to study when you study the two-hour is the three important principles and then after this and then after this and then after this and then after this rather تحريم الضراعة في كتاب كشف الشبهات قبل دراسة كتاب التوحيد راضة من المنكسي الشبهات يجب ان يكون منهم بعضهم يقولون أنه خرام وحرام من الناس يجب ان ترسل الى الكشف الشبهات خلان تدرسل كتاب ترنيه كمان من العلماء ومنهم الشرط العتمي الله تعالى يرى تحريم الضراعة في الكتب التي ذكرت ما شجرة من الصحابة أهل المؤلفة من أهل السنة والجماعة حتى لا يقع في قلب الإنسان شيء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم And also we mention that some of the scholars and amongst them Shaykh ibn Uthaymini r.a they say that it's impermissible for a student to look into the books which make a mention of the differences between the sahaba even though these books were authored by أهل السنة Why? So something does that enter into your heart against one or some other companions ولينا نطع في الصحابة الله عليه وقعنا في الله وفي دين الله وفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وقعنا في الصحابة وقعنا في الصحابة وقعنا في الصحابة and because somebody who insults one of the companions in reality is insulting الله سبحانه وتعالى his religion, his messenger and the صحابة فما على هذا الأمر أي من شجر بين الصحابة ومن أنفع الباغي وغير هذا هذا لا تسأل عنه يوم القيامة لكن نسأل تسأل عن ما تعتقد في قول الله تعالى ويقولوا انا أخذنا بنا، اسفنا بالكلاب ولا تجعلك قلبنا غلل الانذي لا آمن وربنا انك اوقف لاحيب وتسأل عن ما تعتقد في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل أصحابك نعم and then we mentioned that with regards to the differences between the companions and the fighters that took place them took place between them you and your religion don't want to be asked about this but you're going to be asked to go in the statement of Allah subhanahu wa ta'ala كذلك ذكرنا أنه قبل الدراشة عندما تقتل كتاب أو يمدع إليه والدراجة من المقادمة. تعرف الغرض من التعليف وسبب التعليف والمسترحات التي يذكرها المؤلف في هذا الكتاب وفي قراءة الفارس تعرف محتوى الكتاب وفي سؤال الكتابات الفارس تعرف محتوى القراءة المحلقة المحلقة رحمة الله تعالى وقال تبحث عن مشكلة كذا قريبك بنترح القراءة عندما نظر في هذا المتن المبارح وما يتجوه نرى الله عزيز أن هذا المتن يحتوي على ثلاثة أرشان لذا عندما نظر هذا التقسي أو هذه التقسيات القوية الأربع يمكننا أن نرى هذا التقسي يمكننا أن نرى هذا التقسي أو يمكننا أن نرى ثلاثة منها المقدمة وفي هذه المقدمة عمال الشعاد أولاً، إنسانة إلى التقسيات وإنسانة تقسي أو تحتوى المفتر إلى الحب المشبه الثاني أو ما يكون في هذا البتن المبارك لماذا ندرس التوحيد؟ ثم الثاني ثالثة الأخيرة ثم الثالثة هي أتبه البتن المبارك الثانية ثالثة هي تكتبه البتن المبارك وكذلك ركز دائما على هذا الأمر. ذكرت لماذا ندرس التوحيد في المسؤولة الثلاثة ونا في القواعد الأربع وكذلك في كتاب التوحيد وكشو الشبهات وفي قالب كتب المؤلم رحمه الله تعالى في هذه المسؤة. ثم الثاني الثاني هو لماذا ندرس التوحيد ونضع قرارة رحمه الله يتعلم المهمة على هذا المهم في كل مجرد سيئة يتعلم عن لماذا ندرس التوحيد في المسؤول الثلاثة قواعد الأربع كتاب التوحيد كشو الشبهات وفي كل مجرده يتعلم عن لماذا ندرس التوحيد ثم بعد هذا القسم الثالث والأخير لك القواعد الأربع ثم الثاني 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 لابد أن يعتنع بها قبل البدن بالدراس لديهم مثلنا لاحقا بها قد أرج capacity قبل قواعد الأربع The Four Principles لماذا لا نبدأ بكتاب كشف الشبهات قبل القواعد الأربع لماذا لا نبدأ بكتاب كشف الشبهات قبل قواعد الأربع بسبب التعليف لماذا قرأت هذا الكتاب طريقة الطالب في قرأة الكتب والتقديم والتأخير السماع الأشلطة والحضور الدروس العلمية وماذا يجب ان يتعلم بكتاب المحتوى الكتاب والفاعة المتعد لبعض الأرمانية القياه نبدأ بإذن الله الآن في هذا الدرس طالب الأرمانية لنبدأ بإذن الله الآن في هذا الدرس بمستمر المتعد المتعد الثقسم أول لذلك الثلاثة من القتال هو إصدارة إلى القواعد الأربعة ويقوم بحق ذلك فدأ المؤلف رحمه الله تعالى هذا المتن المبارك للبسمة بسم الله الرحمن الرحيم لذلك الصفر يملك المؤلف عنه فقد بدأ هذا القتال بمتن بسم الله الرحمن الرحيم يبدأ العلماء رحمه الله تعالى المؤلفات في البسمة لذلك الصفر يجب أن يجب أن يجب بسم الله الرحيم بمتن بسم الله الرحيم